نصبت التلفونات رغم أن التلفونات الله حلوة واللقات وإحنا بالراديو برضو لكن حقيقة التكنولوجيا تقدر تمدنا بأفكار كتير جدا للتعلم والتطوير وإذا ما استثمرناش الفرصة دي اللي هي وقتنا الكبير المتاح ووقتنا في بيوتنا مع أجهزتنا ممكن فعلا نقدر نوصل لتطوير كبير جدا في حياتنا كلها برحب بكل أصدقاء المتواصلين معانا على صفحاتنا على الفيسبوك برحب بكم جدا إحنا متواصلين معاكم على الشباب ورياضة صفحتنا الرسمية حلن على الهوى ومتواصلين من مبارح على نادي النشار دات نات بشكر جدا ولا مشاعر غالية صباح الفل أستاذ محمد توفيق محمود أستاذ عبد الحي علي أستاذ أمنا فاروق أستاذ مصطفى الدرديري دكتور تامر المغازي أم سيف وعمر أستاذ شحاتة البنة وأحمد إمام صباح الخير يا أحمد أستاذ محمد صادق أستاذ حمدي يوسف أستاذ إهاب شبانة أستاذ أستاذ أحمد حربي حربي أهلا وسهلا بكم جميعا أستاذ عماد حكيم أستاذ مصطفى هقرى الرسائل بعد ما كمل تليفوني مع عزو صواحي خير يا عزو مرة تانية لا أبدا سمعتني كنت بقولك أنه قد إيه أنا مبسوطة أن أنت مضفر اهتماماتك وهوياتك الموسيقية بالتكنولوجيا وبالتالي أنت تقريبا بفضل الله ما تكتفتش قوي في الحياة بالعكس انطلقت بأفكار جديدة وإبداعات كمان الحمد لله طبع إيه اللي حبيبك في التكنولوجيا في الأول لا هي الفكرة كلها بتبقى يعني الحاجة بتبقى إيه فيه زروف معينة لوحدة تحط فيها بس بتحلو حاجات معينة طيب الظروف أتحت لك الأدوات وإنت عندك عشق للموسيقى فقدرت تضفر دامعة ده وقدرت كمان تطلع لنا تطبيقات تعلم الناس حاجات وأفكار كتير جدا لأصدقائنا من ذوي البصائر احكي لي بقى التطبيقات دي وإزاي أصلا أنت فاجأتني أصلا أن أنت بتبتكر تطبيقات أولا أنت فكرة أن في حاجات ممكن تكون كتن موجودة أفكار موجودة لكده بس تعمل بشكل مختلف تخليها تبقى أبساً أو فيها إن كان يساعد فممكن التطبيقات لما أتكلم عمر المعارضة تكون موجودة قبل كده أو هي مش اختارة واحدة بس هي يعني إيه حصل لها تطبيقه وبقى معمولة كتن الأفضل بيبقى مناسب لما تت مممممممممممممم نعم 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 أولاب لكن تلفون بدونة teams لا أنا لكننا لدينا مممممممممممممممممممممممممش يقبعنا براية سو Proix كان الأول موسيقى شرقي صعبة على برامج التعليم على الكيبورد؟ هي البكرة كلها إن حتى لو مش برامج تعليمي عشان أقدرها عمل فكرة تشتيل دي لازم بشغل كذا حاجة يعني لازم بقى افتح كذا وانق الغزامي وبقى اخذ حاجة من برامج دي أو حاجة من برامج دي إنما دي يكون دي برامج واحد بيعمل ده بضغطة واحدة لا مكانش برامج ده تعليمي ولا فعالي لكن البرنامج ده تعليمي يعني أقدر أنا مبتدئ خالص معرفش حاجة في المزيكة أقدر أتعلم من أول السلم الموسيقي؟ ويعلمه في نفس الوقت الأخذة بإستاذ نفسه ويعلمه حتى إستاذ نفسه حتى إستاذ نفسه حتى إستاذ نفسه عليه عليه ألات معينة؟ أو الأرج مثلا؟ ألا بتجيب كل الألات وخلاص؟ هو عادي حتى اللي هو فيه خمس طفل ثلاثة غربي واثنين هذا طبعا أصوات يعني لسا تكون بتاع الأجهزة تانية فهو الحاد اللي هو فيه لسا عايز التعليم يعني ما نفعل شيء نشر على الضفة وفعل من كده حتى نقول الملكية حقوق الملكية طبعا طبعا وكما ممكن هو برنامج خاص بالمكفوفين تعليم الموسيقى للمكفوفين بالضبط طيب أمتى نقدر نلاقيه وتأكد حقوق الملكية الفكرية وإجراءات؟ أعتقد أن المسألة سهلة ولا إيه؟ ولا فيها مشاكل؟ لا لا المسألة سهلة طبعا المسألة إستاذ الفقوف تعاليش متعلق موجودة أجهزة تانية أو محلات مقفوف أجهزة مقفوفين أجهزة مقفوفين أجهزة مقفوفين صوتك بيبعد يا عزو شوي؟ أقول كده كويس؟ لا كده كويس جيد فلولي الأطراط نفتغل عليه بقيت إنتاج الضفة مش يبقى ليها أطراط نفتغل قد يعني خلال قد هتقدر تضمن حقوق الملكية الفكرية أو حتى تشارك في مسابقات دولية يعني هل ممكن بالبرنامج ده تشارك إنت بيه كمتخصص مصري قدم تطوير على تطبيقات؟ والله أنا أتمنى ده يعني ما أعمل مش كده يعني بس كده كان لها أول حاجة لازم أعملها أن أنا أخرج من ذاينة تقوم بالكيس ساعة حد يعني أن أنا بحقات التخوط عليه تقوم بالتركب معنا ومجرد ما أخرج الأداءة دي خلاص أقدر بقى أتقرر بالبرنامج بتاعي بأريحية هل أنت يعزك واحد من المكفوفين وفاقدي البصر وقدرت تعمل حالة فنية جميلة جدا؟ هل كنت أكثر إحساسا بالمشكلة وبالتالي كان إبداع البرنامج ده عن طريقك؟ ولا كان أي حد يقدر يعمله؟ بما أنت مجرد الحاجة بالمجرد نحن كم مجرد حد يكون يعني مش طومنة ثاني ونعملها tätä نفس المكان فأنا كيس كأن من أحساس أن أتجال تصبح ولتوباتك صوتك بيبعد صوتك بيبعد يا عزر نعم أين كان بس إنه بيبعد يجرد الحاجة بقى نفسه يعني عارف ماذا فوصمية عملتك انت عارف توقعات المستخدم هتبقى ايه؟ ومشاكله اللي ممكن يصادفها هتبقى ايه؟ بالضبط ونجرب كمس يعني نجرب الهاجة بنفس فكرة طيب ايه التطبيق التاني؟ التطبيق التاني هو بيعلم طريقة الكتابة من خلاله ان اقدر ادوس على الحروب بتاعت الكيبورد واسمع كل حرف يتكون من كم نقطة يعني البرائي البصل اضاره عن رموز يتكون من نقطة وكل رمز يربط لحرف معين وكل ما يدوس على الحرف ساقدر اسمع الحرف ده يتكون من كم نقطة بالضبط ولو انا اتعلمت ممكن اقدر اكتبت الطريقة دي على الكيبورد ويطلع الى الكتاب الكتاب بالطريقة العادية يعني اه ده كويس جدا يعني انت تقدر تخاطب اي حد بالبرنامج ده يعني المكفوف يقدر يوصل بالنص بتاعه للمكفوفين وللمبصرين هو كده كده يعني طريقة كتابة ان انا اقدر اكتب على الكمبيتر منذ ان انا ممكن اقدر اتواصل عن طريقة فيس بوك او كده عن المفاتيح العادية قد انeria اكتب طريق ثراير Ontario تبقى تعهاى ان اسمها تبقى الكتاب ب rejecting متاح او متاح imagine في نفس مسكلة اميركاءة생 لا لان ا كتب على الكيبورد بطلع الاصعاد أي من ان اكتب طريقة تراير لو انا مركباش يعني اذا هو قديد عاوزها عقباز فرلدف اكسف اي اي ازاي ه الجوش على الحرف العادي على الكيبورد مثلا حرف الالف حرف اله حرف اله حرف تيم اي حاجة هيقل لي تقلف من كم ناطق هيقلك ناطقا يعني اه يعني مثلا الالف ده مثلا نطه واحده فبيقول واحد اه البيه واحد اثنين كده يرابو بغنوم ني اه تمام تمام فالكيبورد تنطق معاك وتديك الإشارة بتاعت الحرف ده اه بتقول بالصبت هو بيتألف من نيس ما بالسرعة خلاص اتعرفت كتب ازاي بعد كالي احبت اكتبها بنفس الطريقة بقى عن طريق الكيبورد وعندي النمط الثاني اللي ادركت البيت كنا تمام ده هيلة دي كمان في ناس كتير جدا بدأت تقول البرايل ما بقاش له لازمة ما بقاش عصري ان انا عملك البرنامج هنا اصلا ما بحبش البرنامج ياه طب ايه السر بقى مش عارفية الفكرة جات في بادي ان انا كنت الاول عاوز اعمل فكرة البرنامج اللي كان موجود ده لاني كنت نسيه اصلا البرنامج ده موجود مدفوعا مش مجاني كنت عاوز اعمل نفس الفكرة بس مش مدفوعا اوه عايز تعمل حاجة مجانية متاحة اوه ده الناس وكده بعد كده بابوس لقيت الموضوع ده خل معانا فين طب ليه ما خليش الفكرة تبقى فكرة تعليمية اكدر بدل ما تبقى تحويل فتابة من طريقا 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 طب انت ليه ما بتحبش برايل يعني ايه السر انك انت وقابلت ناس كتير برضو قالوية نفس الحكاية قالوية بتفصلنا عن العالم ممكن يكون هو اللي بيحبك هو اللي ما بيحبكش ممكن لا هل بقى فيه بديل دلوقت بوجود الأجيب اه طبعا يعني وجود بديل هو اللي خلى الناس ممكن تستغنى عن البرايل ممكن يكون دا سببه في نفس الوقت برضو حتة الانعزالية دي مش 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 كويسة انrajبزنونك بقى لها طريقة خاصة وده ليه طريقة خاصة طب احنا هنقفر مع بعض ازاي مم بديم يكون في حاجة بيضر كلين نتلاق معنا مم تمام صح بacun نهش طبعا هتاحة ادي من زمان بقى زمان جدا نعم ممتاز وطب او التطبيق الثالت بقى التطبيق الثالت هو لسه هيتم اي 10 results هو عبارة عن برنامج لإدارة محطات راديو ليه الله الله أنت هتنفسنا ولا إيه؟ لا أدعي عشان خاطر الناس اليوكوبر وكده راديو على الإنترنت يعني؟ آه طب وده ده إيه يعني؟ يعني إيه أدير محطة؟ يعني مثلا أنت تكون في مكان أنت كمدير راديو أنت في مكان ومعاك مزيع في مكان تاني ومخرج في مكان تاني وتقدر تدير العملية دي تقنيا يعني؟ ولا إدارة محتوى ولا إيه؟ لا هي السكرة كلها بقى أنه بيعمل حاجة ألضف من كده كمان هو بيخليني أنا كمقدم محتوى أقدر أدير لنفسي الموضوع لوحده ممتاز آه أنت تقدر تطلع بمحطتك وتعمل البلاي لست بتاعتك وتقدم برنامجك كل ده؟ بالضبط وأقدر أعمل فيكور وأقدر أخذ المايك وأقدر أعمل كل حاجة مم ده جميل ده، ده بتالي هيتيح فرص كتير جدا للناس لمنافسة الصورة بالصوت بقى هي السكرة كلها إن في ناس كتير بتشتغل بطرق تالية فيها نسبة تعقيد وهي إنه مثلا بيفتح كده مشغل وبيعلي يواطي الفيدر بأيديه وفصة كده هو إنه بيتعامل الفتبزام بكله أوتوماتيكي أنا بدوسها الاقتصار معين بيروح مواطي الفيدر ويفتح للمايك أتكلم وبعد ما أخلص بدوسها نفس الاقتصار هي من العملية دي عادي ممتاز، طب هل ده برضو للمكفوفين فقط ولا ده ممكن بيتهائلي ده عام يعني؟ لا، هو حدد وقت بس ما خرجش لإقدار العمومية بس هو إن شاء الله في المرحلة الجاية يجب المفرج لأن ده هيبقى كمان مهم جدا لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت إنت عارف إحنا عندنا مشكلة إن المحتوى العربي موجود كتير لكن كل الكابي بيست الإبداعات والأبحاث والمحتوى الحقيقي الجديد محدود برضو هي مشكلة عامة جدا، نعم، مشكلة عامة حسنا كمان فيه تنفسية مش لطيفة، أو كل يعني تظارف، هو اللي عاملك طيب، أنا أنت عارف، أنا متفألة جدا جدا، جدا، لأنه كونك إنت مع المزيكة ومع اهتماماتك بالمزيكة والصوت والتوزيع الموسيقي وكل ده لقيت إن التكنولوجيا ضرورة حتمية للتعليم والتطوير وكل حاجة هي مفيش شك إن هي بقيت كل شيء دلوقتي بالحياة، ربما ده خطر جدا، ده الواقع بقى أيوة، ده صحيح، هذا الواقع ولازم إحنا نخلي اسمع كلامنا بقى أكيد، بشكرك جدا والله يعز وفخورة بيك وفرحانة بيك جدا جدا الله يوفقك دايما وتسمعنا أجمل إبداعات طول الوقت بشكرك جدا، شكرا